السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي أهلا ومرحبا بالجميع من مستتبعين الأوفياء إنما كنتم داخل إسبانيا خارج إسبانيا أينما كنتم أين تتجه إسبانيا هذا هو العنوان اللي اختارت لهذا الفيديو هذا يعني إسبانيا فين بغى تمشي لا سياسيا ولا اقتساديا ولا الطريقة ديال احتواء ديال الوباء كما قد شوفه في إسبانيا إلا كان شي وباء إلا كان شي وباء لأن المصداقية ديال هذا الوباء يعني غدا وكتفقد يوم من ورأيه ماشي بزاف أهضرت على الحزب ديال قيسوي اللي هو حاكم ديال إسبانيا يعني ولا الرئيس دياله هو بيدرو سانتيز النهار اللي خرج وخرج صدر دياله وبداك يضرب يعني في الحسابات وخرج ستيلول ماكينة ديال الحساب وقسم ديال الفلوس اللي كيتسنها يعني المجتمع الإسباني ولا الحكومة الإسبانية من الاتحاد الأوروبي ديال 72 ألف مليون ديال الأورو اللي غدا تكون يعني عن طريق ولا على شكل يعانع الإسبانيا بشتعاون رأسها بيدرو سانتيز يعني استافق يعني الوضع ودار الماكينة ديال الحساب وضراب وقال لكملنا الثلاثين وثلاثة وعشرين غدا يكون ثمانمائة ألف منصيب شغل وغير الفلوس هنا والطاقة وما نعرف عشنه وبالزهف ديال الأمور طريقة اللي دار هاد بيدرو سانتيز يعني في حين أنك نشوف الفلوس باقة يعني واحلة لها ورقين دول اللي غدا نهضروا لي من اللي غدا يوقفوا هنا وأشير حضرت عليه في حالة فيديو أخر وقالت أنا ممكن أي دولة من الدول ديال الأتحاد الأوروبي يعني عضو من دول ديال الأتحاد الأوروبي يعني ممكن توقف الاتحاد الأوروبي هنا وهذاك فلوس ما تتفرقش حضرت عليها يلا كنتوا الناس اللي متبعين على هذه القناة ربما تكونوا سمعتوا هذا الفيديو هده لتكلم فيه على هذه القادية فاش فكرني بيدرو سانتيز فهذا القادية اللي داري قبل ما تجري الفلوس أرسم ليها وهنا غدا نحطه هنا هنا غدا ندير الطاقة يعني الطاقة وهذا يعني الأخضار وما نعرف شنو يعني باش يقول لي كل شي يعني ضوب الرياحات وهذا وكذب ديال الأمور لا ديخي تاليثاثيون يعني الرقمانة وكل شي فصله فين غدا يدير هذيك الفلوس بحل المثل الشعبي عندنا نحنا يا بالدرجة اللي كتعرفون الناس لكم من مغاربة كلكم كتسمعوا بأن هذا المصطلح هذا معروف يعني الرنب باقة في الدوبة ونحنا كندير عليها الكسكسو ما زال ما شغدا تشدوها ولا ما غدا نشدوها الله أعلم هكا جاري لهذه الحكومة برمّة هذه التحالف لأنها صافي القادية ديالها يعني إلا بنا نقوله وصلت للنهاية ديالها على حسب الرأي ديالي أنا الشخصي هذه الحكومة هذه مبقاش عندها صلاحية لشن نكون واضحا معكم يعني لا لاحظتوا في البرلمان الإسباني إلاكتوا كتفرجوا في يعني في الحصص اللي كتدار مثلا ديالرقابة ديالحكومة وكأنها كتفرج في شي شي عائلة عندها الورد كل حزب كيتتهم لآخر بحاجة أنت عندك ناس فاسدين هنا وانت عندك فاسدين هنا وانت ذاك من هار قلتي هاد الحضراء وذاك شي مقيد في الورقة وكيعقلوا بعدياتهم يعني العودفة شي يطرقوا الأمور اللي هي كتهم المجتمع الإسباني يعني يالله مقابلين بعضياتهم انت قلتي لي ذاك النهار أنا قلت لك هنا انت قلتي هنا وعلاش تكونتي هنا يعني خرجوا يعني لو أنا نقولوا اللعبة اللعبة البرلمان يعني الدار باش تتناقش فيه الأمور يعني المسائل اللي كتهم المواطنين ما شي دي كلمهزة لا كما قلتوا أنا كنشوفوش هائلة يعني بغا تقسم الورد لا أنتوما كتمتلوا ناس يعني ناس اللي صوتوا عليكم ما يتسنوش بهذاك المشهد ندخلوا نشوفوا التلفازون نتفرجوا فيكم كأنكم يعني كذابزوا ولا ماتش دي الكورة كل بغا يمشي مع الجهة الغالبة يعني على العموم كما قلت الوزير دي الصحة في البرلمان قال لي هوا مسيدي باللي الوضع مقلق في إسبانيا وهذه الإجراءات اللي كداروا كذا وهذه يعني كلها منطقية وكلها في محلها وضروري خصاتكم عيرو كان بزاف دي المرات قلت أنا القادية كون فينامينتو تطال ولا يعني الحزر الصحي إلى إسبانيا كامل أنا قلت بزاف دي المرات كان نستبعد هذا الأمر هذا وقلنا بالنبي أن ربما نبقى نشوفوا هذا الأمر هذا في مناطق معينة ركما قد شوفوا ذبا مادريد كطالونية تهيئة وشنو يدع فيها سالعمان كابتداء المنسب تهيئة قد تدخل لكون فينامينتو قد تسد ما يدخل لها أحد ما يدخل لها أحد ما يدخل لها أحد ما يخرج من أحد وهكذا يعني هذا هو الحزر الصحي اللي غدا نشوفه نشوفه في إسبانيا يعني من هنا والقدام يعني الوضع مقلق كما قالها تسيد ولكن ما تقدرش إسبانيا تعاود دخل المجتمع الإسباني كامل ديور دياله لأنها ما تقدرش الاقتصاد ما تقدرش يقدر يتحمل وكما قد تتسنى هو ذلك الفلوس بفارغ الصبر بفارغ الصبر في أنت المشكل القضية ديال الفلوس يعني إلا لاحظتوا بولونيا اللي هي دولة اللي كتحكمها الحزب اللي حاكمها الدولة هذه إلا بغينا نقوله بحل شكل ديال إلا بغينا نقوله قاعد بحل بوكس قريبا بحل الحزب ديال بوكس للتوجه ديال بوكس ديال بوكس يعني حزب اللي ما كيحملش إشنا هي الهجرة حزب اللي ما كيحملش إشنا هما اللاجئين يعني خلاصة القول حزب اللي ما كيعتعرفش بالهجرة دول لواقفة يعني فهذا القضية ديال المثاق ديال الهجرة الجديد بولونيا من بيناتهم مثلا تشاك بولونيا يعني دول اللي ما باغينش للهجرة بصفة عامة وما باغينش يعرفوا اشنا هي تقسيم العادل ديال يعني ديال اللاجئين. ما باغوش يعرفوا اتشي حاجة لهذا القضية. هاد الدولة هادي ولا هاد الحزب ديال اللي حاكم بولنشنو ليقال كانوا يقع له واحد المشكل في القضية ديال القضاء من اللي يبغوا يكونوا القضاء العام. دب اهنا فين واحد لا اسبانيا هديك الفلوس ليرها كتتسنى فيها بولونيا غدا توقف ليهم هنا. لان الاتحاد الاوروبي ممكن تدخل في شؤون ديال الدول فيما يخص هاد القضية ديال التكوين ديال ديال القضاء. لاش? لانه قلق خاص للقضاء يكون مستقل. وما تكون عدوة تعالقة بالسياسة. يعني القضاء اللي كيكونوا في اسبانيا ديال القضاء يعني القضاء العام خاص يكونوا بعيد كل البعد على السياسة وما يكون محايد للتشي حزب. وهذا شي مستحيل. يعني دبا باباي بوكس ثيودادانوس بايسوي بوديموس يعني كل حزب كيقلب على الفرايقة اللي تجي من جيته. كل واحد بغي يكون القوذات اللي عارف انهم كينتاميوا للحزب يلول لانهم كيدعموا الحزب ديال باش يكونوا ديما يضربوا من جيته. وهنا كين اشكال ما تتفقوش على هات القضية دي. بغي دير الريفورما يعني بغي ديروا حد تعديل على القانون اللي كيكون يعني كيخول مثل يعني باش يديوا هذك القانون البرلمان ويصوتوا عليه باش يكون مثلا تكوين ديال القودات في اسبانيا. بغي ديروا له تعديل باش هو ممكن فقط هو ذوك الاحزاب دياله اللي يعطاهوا مثلا رئاسة يقدروا يكونوا القضاء العام في اسبانيا. ولا اللجنة مثلا ديال القضاء العام في اسبانيا. الباباي بوكس مغير رفعوا به يعني دا هو الاتحاد الاوروبي لهاد القضية اللي كما قلت الاتحاد الاوروبي كتقدر تدخل يعني في الشؤون ديال الدول بما يخص القضية. كان سبق له هاو دخلات في القضية ديال ديال بولونيا. هاد الحزب لاش ناضي اللي حاكم بولونيا لان اوروبا دخلات في الشؤون ديال هاد الحزب ده لانه هو دار نفس المشكل. دار نفس المشكل يعني كوّل القضاء بالطريقة اللي بغيه هو يابو حد النسبة يعني بسيطة اللي اعطات الصلاحية. يعني سانتشيز بحل نقوله بغيه يتابع هاد الخطوات ديال هاد الحزب هادا. وإلى ما نقوله بروسيلاس يعني البروكسل نبهات للحكومة الاسبانية من هاد القضية هدي. اياكم واياكم الدخل في الشؤون ديال القضاء. ويقول اللي قضاء سياسي ما يبقاش يعني محايد. ما يبقاش يعني لو بغيه نقوله مستقل بعيد كل البعد للسياسة. وهات الشيء كما قلت يعني شيء يستحيل في اي دولة يعني ما غدينش نعمه بطبيعة الحالي. يعني كين قضاء اللي نزهاء قضاء اللي ما كيهمهمش لأمر ديال اي حزب. ولكن غالبا غالبا كنشوفوا القضاء كيتختاروا بالصبع. هاد الحزب غادي كون هذا ما نجيته. الحزب الاخر غادي كون يعني كي قسموهم إلا بغينا نقوله. كي قسموهم. البيبي كي يختار بعض بعض القضاء. بوديموس كذلك. بوكس كذلك. ثيولادانوس يعني بايسوي. كل حزب كي هزو حد ارباع اللي تابع لي. باش تالا كان شي حاجة كل كي يتدابز على الحزب ديال. هاد شي لواقع. وهذه هي الخلاصة ديال المشكل اللي واقع في الضبط. يعني في اسبانيا اللي غدا تخلي انها هذيك الفلوس. هذيك المساعدة. ان احتمال انها ما تتوصلش بها في التاريخ. يعني اللي كانت تحددت له. وهنا غدا يكون مشكل كبير وغدا تكون صفحة قوية وغدا تكون كاريتة اقتصادية. بالنسبة لهذه الدولة ديالاسبانيا لانها ما بقاش. سندق كل شي نفد. كل شي خوا. ما بقى تشي حاجة. يعني غادي نشوفوا اشنه اللي غادي يوقع. بخصوص هاد القضية هاتي. واش سانتشيز غادي تجرأ له هاد القضية هاتي. ودير هذيك التعديل لهذيك الريفورما باش يكون المجلس يعني ديال القضاء العام. اولا لا. يعني على العموم القضاء ولا المجلس ديال القضاء العام في اسبانيا خصو يتكون. سي او سي. سينو هذيك فلوس ما غدا جي. كيفاش غادي يتتافقوا هاد الاحزاب? الله اعلم. غادي نشوفوا ما لا يحمد عقبه كما قلت. يلقوا هاد الاحزاب كل واحد كي يجر الجهة. العموم نتمنى ما نكونش طولت عليكم. ونتمنى نكون نحطط لكم. يعني النقط على الحروف جميع هاد النقط اللي اهضرنا عليها. لا بخصوص القضاء لا بخصوص الوباء لا بخصوص يعني بزاف دي الامور اللي اهضرنا عليها. فهذا الموضوع هذا. دروا لكم ان شاء الله الموعد في الحلقة الجاي ولا في الموضوع الماجي. خلوا ليفرسكم كامل هذا. دمتم في امن الله.